السلام عليكم الإخوان حيكم الله معكم أخذيكم علي بريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة على الشعب المغرب العظيم هذا الحريق اللي كتشوفوه في الفيديو عندنا في المغرب بالصحراء المغربية بالضبط في فوس بقراء ضواحي العيون وهذا الفيديوهات تداولوهم مغاربة وكذلك عناصر بولوزاريو صحراوي المغربية على الانطاق واسع قبل لحظات من الآن في وسائل التواصل الاجتماعي عموما الخبر المتداول لأنه حريق في الحزام الناقل للفوس فاط بالضبط حسب معلوماته متضاربة ومختلفة أنه في النقطة قفلة رقم 3 وحدين آخرين قالوا قفلة الرقم 5 وحدين قالوا قفلة رقم 6 مهم النقطة متضبط لشبه في هذا الحريق غير معروفة ومختلفة الروايات لكن الأخبار كانت قوي على أنه فعلا حريق في فوس مقراء ضواحي مدينة العيون في الحزام الناقل للفوس فارد الغريب العجيب على أنه إحنا نعرف البوليزاريو دائما يستغلوا مثل هذه اللحظات أكيد ومؤكد البوليزاريو غايقول على أنه أقساف جبهة البوليزاريو على مدينة العيون وأكيد ومؤكد وأنا متأكد على أنكم ستسمعوا البوليزاريو ويقولوا آمنهم يقسفوا الحزام الناقل للفوس فارد وأنتم متأكدين ومتيقبين ما الذي يعرف المياه على أنكم ستمعوا عناصر البوليزاريو وأبواكم ستسابقوا تحذير الحزام الناقل للفوس فارد لأن البولوزاريو ومرتزقاتها سبق على أنها يعدلوا هجوب على شكل حرب العصابات على الحزام الناقل للفاسفاط وفجروا سابقا هذا الشي قديم في ذلك الوقت نقول لها أن المغرب ما زال مبسط السيطرة الأمنية على الصحراء المغربية ما زال ما كانش جدا الرملي وما زال كانت اختراقات من عصابات البولوزاريو ويدخلوا الطانطان وبعض المدن الشمال الصحراء الغربية المغربية حتى آسا الطرفية العيود الداخلة يوصلوا حتى البحر وكينفذوا جرائم في حق الصحراويين وحتى حق إسبان لأن البولوزاريو وصلت حتى المحيط الأطلاسي واختطفت صيادين إسبان من جزر الكاناري واختادتهم مخيمات تندوف وسجنتهم في سجونها وعدمتهم وقتلتهم هذا من النكروش أنه سابقا في السبعين قبل الثمانينات بولوزاريو وعصاباتها ومرتزقتها كانوا يدخلوا الصحراء المغربية والمدن المغربية ويتاقبوا جراء متفجير قتل اختطفات ولكن في الوقت الراهن مستحيل لأنهم يدخلوا علاش لأنه كان الجدار الأمني المغربي لكن البولوزاريو فعلا ترسل صواريخ إلى داخل الصحراء المغربية فعلا احنا كنت تتكلموا على قذائف كانت توصلت مدينة سمارة مدينة سمارة تعتبر أقرب من طاقة قريبة الجدار الرملي كيفصلها مع الجدار الرملي حوالي 40 كم ولكن العيون مستحيل العيون صواريخ البولوزاريو يوصلوا للعيون مستحيل لأن المسافة طويلة لهذا مستحيل صواريخ البولوزاريو أو قذائف البولوزاريو يوصلوا لمدينة العيون أو فوسبوغراع في الوقت الراهن لهذا نأكد لكم أن البولوزاريو غير يرقبوا أحد الحدث ولا سمعتوا عناصر البولوزاريو كيقولوا لأنه قصفوا فوسبوغراع ولا قصفوا الحزام الناقية للفوسبوغراع أعرفوهم كي يكيذبوه لحد اللحظة للخوت المعلومات الأولية نجهل الأسباب هذا الحريقة أو هذا التفجير في الحزام أو شيء من هذا القادم يجب بيكون هذا الحريقة عادي جدا كيوقع نحن في قليل الساعات المقبلة نعرف الأسباب الحقيقية لكن أكدكم لأنه سيكون سبب محلي حريق شيء من هذا القبيل عالي جدا قريت بعد تدوينات عناصر البولوزاريو بدأوا كيقولوا بدأوا كيذونوا على أنه احتمال عملية مقاومة داخلية لاباك يقلبوا على الطريقة باش يركبوا على هذا الحريق والعهد الحالة التي تتبنوا ويرجعوا منه انتصار وإنجاز البولوزاريو لعمونا أخوت حسب بعض التدوينات كاتبين لأنه احتمال عملية مقاومة داخلية حلما ننكروش على أنه ما ننسوش فعلا لأنه البشير مصطفى السيد قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع من الآن جميع مرتزقات البولوزاريو اللي انطلقوا من العيون الداخل وبوش دور السمارة في مخيمتين ذو وقال لهم لازمكم تفجروا في مدن الصحراء المغربية لهم بواضح العبارات نظر منكم هنا بعد نعطيكم المتفاجرات تفجروا أو حرضوا الشباب يوميا يفجروا بالعيون الداخل وبوش دور السمارة ورجعوا من الصحراء الغربية بوركان تحت أقدام الغوزات ما يلقوا سين هذه والكلام اللي قالوا بالضفط المهم في التقدار معرفة السبب الرئيسي لهذا الحريق في الحزام الناقل للفاسفاط قهلا الرقم الخفصة أو 3 أحياكم الله أويح الشعب المغرب العظيم اشدوا المغرب المخفز إلى الناقل بعد ادفع بوجه المخرسات المعنى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة